أبو خليفة من أبو ظبي يقول رأيت في المنام جبريل عليه السلام يفتيني في مسألة شرعية رئيسي عامة أختلف فيها المسلمون هل ألتزم بتطبيقها أخوي أبو خليفة من أبو ظبي بارك الله فيك إذا رأى الإنسان في منامه ملكا أو جبريل مثل عليه السلام أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أفتيتك بهذا المسألة فينظر فإذا كانت المسألة من الواجبات مثلا قال له جبريل أفتيتك بأن صلاة الجماعة واجبة مثلا هذا ما يحتاج يعني إلى أن يعمل بها لأجل الرؤية وإنما لأن أصلا فيها أدلة لا يجوز الفعل الفلاني يجب الفعل الفلاني وهي من الواجبات أو من المحرمات هذا من باب فقط يعني من باب يعني الإنسان يأخذ بالأمر الأول اللي الله عز وجل أنزله في كتابه وبعث به نبيه والرؤية هذه قد تكون من باب فقط يعني الإنس لك الأمر الثاني إذا كانت المسألة في تحليل شيء محرم أو تحريم شيء حلال فلا يجوز ويحرم وهذا لا يمكن أن يكون جبريل ولا يمكن أن يكون ملك ولا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال لك أحللت لك هذا الحرام مثلا فأفعله حيجوز لك هذا الشيطان الذي جاءك في المنام بإسم جبريل إذا قال لك والله أنا خصصتك يا أبا خليفة بمثلا عدم صوم رمضان مثلا أنا أذكر لك مثلا ما يجوز هذا الشيطان أو أذنت لك بأن تتزوج من دون ولي مثلا لا تطيعه هذا الشيطان المسألة الأخرى الثالثة إذا كان والله في مسألة خلافية والخلاف فيها قوي والأدلة متكافئة الأدلة متكافئة وأنت باحث تبحث في هذه المسألة زين والأدلة متكافئة بين الفريقي وأنت اجتهت وبحث واستعملت أدوات الاجتهاد والبحث واستقرأت المسألة ولكن سبحان الله ما وصلت إلى نتيجة فرأيت مثلا بصورته الموصوفة في الشمائل المحمدية أو تقول جاءني جبريل فقال لك القول الراجح فيها هذا من باب الاستئناس تستأنس بهذا تستأنس حتى تراجع المسألة وتنظر فيها فقد توفق إلى القول الراجح من خلال ما رأيت من هذه الرؤية هذا والتفصيل بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر